بمعبدك ونصوم ونصلي يا ربي يا منعيم يا كريم وطمعني الفردك وبندعي تقود علينا السليم محب للخر صاف وراضي من الخطأ يا معافى السليم في العسر بيزيد صبر ويشكر وفي أسر ليك بيزيد تسليم ولو في يوم قصرنا في شكراك ونشغلنا يوم عن زكراك نعيم علينا بنعمة عفوك برحمة يا رفاق يا رحيم أهلا بحضراتكم وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير وها نحن نلتقي مجددا لندعو الله دائما أن نلقاه بقلب سليم في هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب الشيخ أحمد سوقي من أبناء الأزر الشريف الشيخ أحمد أهلا بك أهلا وسلم بحضرتك ونسمي ونصلي لنا للبركات نقول كما تعودنا في بداية كل لقاء اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يا ربنا يرجع الأمر كله على نيته وسره لبيك ربنا وسعديك والخير يا رب كل الخير بيديك والشر يا رب ليس إليك نحن بك يا رب وإليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلاة تفرج بها قروبنا وتقضي بها حوائجنا وتشد يا رب بها من أزرنا وتكون لنا يوم القيامة نورا اللهم أمين اللهم أمين لنقرأ هذه الآية القرآنية في أواخر سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ماذا نفهم من هذه الآية وهذه النفس ولتنظر نفس ما قدمت لغد هل النفس أمانة لديك لابد أن تراعي هذه الأمانة أو كيف تراعي هذه الأمانة في سياق هذه الآية أستاذ حسن لو أنت قاعد وسط أجانب ناس مش مسلمين وقالوا لك تكلمنا عن دينك أو عن الشريعة بتاعتك في مدة دقيقة ما تكلمناش عن ربنا سبحانه وتعالى ما تكلمناش عن سيدنا النبي كلمنا عن الدين بتاعك عن الشريعة بتاعتك كديانة إسلامية في مدة لا تقل عن دقيقة ماذا ستقول أو ماذا ستجيب أشياء أخافتح لك هقول إيه هقول إيه عن الدين بتاعي في دقيقة الدين بتاعنا اهتم إنك تعيش في سلام مع نفسك ومع الآخرين تعيش في أمن وأمان مع نفسك مع نفسك وأن الآخرين يشعرون كذلك بالأمن معك إنك تعيش في سكينة وطمأنينة واستقرار في المجتمع عشان كده الدين بتاعنا الشريعة بتاعتنا اهتمت بحفظ خمس حاجات حفظ خمس حاجات اللي هي الكليات الكبرى نعم أو المقاصد الكبرى نعم رقم واحد حفظ الدين رقم اتنين حفظ النفس رقم تلاتة حفظ المال رقم أربعة حفظ العرض رقم خمسة حفظ العقل هو ده الدين بتاعنا الدين بتاعنا الشريعة بتاعتنا اهتمت بالخمس أمور دول ودعت إلى الاهتمام وإعمال الدين والمال والعقل والنسل وكل هذا فيما يخدم الإنسان ونهتنا ونهت ونهت الشريعة أو ونهت الدين إلى كل ما يؤدي إلى انتهاك هذه الأمور الخمسة في دقيقة واحدة في دقيقة ايه؟ واحدة تقدر تقول تتكلم عن الدين بتاعك في دقيقة واحدة تقدر تتكلم عن الدين بتاعك الدين بتاعك اهتم بحفظ الدين فدعانا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاهتمام بأركان الإيمان أركان الإيمان وهذا حفظ الدين رقم اثنين ورقم اثنين دعانا إلى حفظ النفس رقم اثنين تعال بقى إليك التفصيل بعدما تكلمت عن ايه الدين بتاعنا والشريعة بتاعتنا بتدعونا إليه في دقيقة تعال بقى نتكلم عن بالتفصيل إليك هذا التفصيل هذه العنوين وتأتي التفاصيل فما التفاصيل التي تأتي تحت هذه العنوين تمام حفظ الدين الاهتمام بالأركان أركان الإسلام وأركان الإيمان ده الدين بتاعك رقم اثنين في عجالة سريعة حفظ النفس فدعان هذا الدين إلى حفظ النفس وكيفية حفظ النفس لذلك حرم الاعتداء على النفس وكل ما يؤدي إلى الاعتداء على النفس فنهانا عن القتل حفظ هذه النفس بعدم القتل محدش جنحية خالص ولا تقتلوا أنفسكم يا أيها الذين من قتب عليكم القصاص في القتل ولكم في القصاص حياة فكل ما يؤدي إلى الانتهاك هذه النفس نهانا الله سبحانه وتعالى عنه بل من يعرض نفسه لإيداء الغير بقتل النفس جاءت هذه الشريعة بقوانين رادعة ولكم في القصاص حياة قوانين رادعة ودع ونهانا الدين أو ونهانا هذا الدين إلى كل ما يؤدي إلى ترويع النفس ما فيش حاجة اسمها ده أنا بعمل مألة في صحبي لا قال صلى الله عليه وسلم في حديث صريح لا يروع مسلم مسلمة ما تقولش تمقالب مقالب مين وعلى فكرة وينسحب الكلام حتى مع كل يعني الدوار الإنسانية نعم مش مسلم بس لا ده هو مقصد هنا تخصيص وبعدين يراد به التعميم الله يفتح ليه إنك تكون من سلم الناس من لسانه ويده أيوة من أمن الناس منه نعم ومن أمن الناس يعني دائما هذه المعاني النهي صلى الله عليه وسلم عبر لنا عن المسلم فقال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده فهذا تعبير عام رقم ثلاثة حفظ المال فنهانا الإسلام عن كل ما يؤدي إلى تبديد المال ونهانا عن الكسب الغير المشروع فحرم الربا يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أحل الله البيعة وحرم الربا ونهانا كذلك عن الكسب الغير مشروع وعن أخذ المال بغير حقه فحرم السرقة حرم السرقة السرق والسرقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب فكل ما يؤدي إلى انتهاك المال عشان حضرتك وحضرتك تعيش في أمان في المجتمع ربنا سبحانه وتعالى حرم السرقة وحرم الكسب غير المشروع بكل أشكاله وألوانه فحرم الرشوة حرم إيه الرشوة ولكن حينما وللأسف البعض الآن سمى الرشوة بمصطلحات غير بمصطلحات غير حقيقية حتى نحل ما حرم الله فيقولك كدية إكرامية لكن يا في الحقيقة رشوة هل لا جلست في بيت أبيك أو أمك فينظر أيودها إليك أم لا كذلك حفظ العرض فحرم الإسلام كل ما يؤدي إلى انتهاك العرض فحرم الزنا وحرم القذف فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم به مرأفة في دين الله لا تقربوا يعني قبل العقوبة ولا تقربوا الزنا فحرم كل ما يؤدي إلى الزنا فقال ولا تقربوا الزنا حرم الزنا وكل ما يؤدي إلى الزنا وحرم كذلك قصف المرأة المحصنة يا أيها الذين أمنوا والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات فحرم كذلك القصف فعشان أشعر وأختي أشعر بالأمان لزوجتي وأختي تشعر كذلك في المجتمع بالأمان فحفظ العرض وحرم كل ما يؤدي إلى انتهاك العرض كذلك حفظ العقل وكل ما يؤدي إلى انتهاك العقل وتدمير العقل حرمه الله فحرم الخمر وكل هذا الكوب لو فيه شيء يضر العقل أو يضر البدن الله حرمه سواء بها اللي كان في الكوب ده خمرة مية ملوثة مية ملوثة ولو شربت المية الملوثة دي هتضر البدن الدين بتاعنا حرمه لو فيها عصر عنب عصر العنب حلال ولا حرام حلال حلال أصبح فترة من الزمن نسيته انت في البيت وخرجت روحت سفرت وارجعت لقيته بعد 4-5 أيام العنب تخمر أصبح هذا العصير بعدما كان حلالا أصبح محرما لأنه سيدر ايه العقل فالله حفظ هذا العقل فالعقل ومناطه التكليف نعم بالتشريع يبقى الدين بتاعنا الشريعة بتاعتنا حفظت لنا خمس أمور الخمس أمور اللي حفظتهم دول علشانك وعلشانك علشان خطر تشعر بالأمن والأمان والسكينة والتمؤونينة والمجتمع وتكلم عن الشريعة بتاعتك في خلال 4-5 ده كده توضح له التفصيل لكن في خلال دية تقول له مجمل الدين بتاعنا بيقول لك ايه أو عاوز يقول لك ايه حفظ حفظ العقل الدين الدين في الأول النفس العقل المال العرض ومن هنا ألف العلماء وصنف المصنفون الدين العقيدة المال والعقل والعرض المال والعقل والعرض وهذه الأمور ألفت في كتب الفقه فاللي يمسك كتب الفقه ويمسك كتب العقيدة اللي يمسك كتب العقيدة هالله بتتكلم عن حفظ الدين اللي يمسك كتب الفقه هالله بتتكلم عن حفظ النفس حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العرض، تنظيم العلاقات، حفظ العرض أو النسل، إن شئتها في كل النسل إيه هو ده الدم بتاعنا، فبالله عليك لما يكون فيه سياج حوالين هذه الأمور أنت وحضرتك هتعيشوا في أمان في المجتمع وهنشعر بالسكينة ولو لمت مليون جنيف مكان هيكونوا في أمان لأن الدم بتاعنا حفظ لي مالي، حفظ لنفسي، حفظ لأرضي، حفظ للعقل ودي أمور مهمة وهو دي وعاذا هو ديننا صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول في كلماتي الشريف المنيفة المسلم من سلم الناس من لسانه ويده نروح لأول تقرير معانا في هذه الحلقة من مبادرات الخير في مؤسسة نبض الحياة ونرجع لحضراتكم وقف الزيتون المبارك مؤسسة نبض الحياة في وقف الزيتون المبارك بتقدم صورة من صور الوقف الخيري اللي بتمنح فرصة المشاركة بصدق جريا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة وقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم شجرة الزيتون مؤسسة نبض الحياة أطلقت وقف الزيتون المبارك علشان يكون باب كبير للصدق الجري ولأن شجر الزيتون معمر فالمساهمة بشجرة واحدة ثوابها بيمتد لسنين وبفضل الله مؤسسة نبض الحياة قدرت أنها تنتهي من مرحلتين في مشروع وقف الزيتون المبارك في كل مرحلة بيتم زراعة خمسين فدان المساهمة في وقف الزيتون المبارك بتكون بشجرة قيمتها ألف جنيه أو سق زيتون بقيمة خمس تلاف جنيه عائد كل شجرة في وقف الزيتون المبارك هيصرف في أوجه الخير الكتير اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة مؤسسة نبض الحياة بتضمن لكل متبرع الشجرة اللي بيتم زراعتها عشان صدقته خير هيستمر لسنين مع وقف الزيتون المبارك بمؤسسة نبض الحياة هتكون لك صدقة جارية تحقق لك البركة في الدنيا والآخرة مع وقف الزيتون المبارك مؤسسة نبض الحياة بتقدم لك فرصة للاستثمار في الخير أهلا بحضراتكم الاستثمار في الخير نعم استثمار طويل الأجل نعم ده وما بعد الأجل شوف خلي بالك نعم نعم نحن في الحياة نقول ده مشروع طويل الأجل نعم يعني بيستغرق زمن طويل في نفعه في وجوده بموجود عبر أجيال كتيرة ده احنا بنقول الأجل وبعد الأجل طويل الأجل وبعد الأجل كمان بعد أن ينقضي الأجل فهذه الأوقاف أو هذا الوقف مفيد وصدق حتى إذا انسحب الأمر إلى مفاهيم مختلف ومتنوع عن الصدقة الجارية لأن وقف الزيتون المبارك بيحقق مفهوم الصدقة الجارية بشكلها العام والأكبر تمام دعاء جميل أوي نحب ندعيه اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل هذا الدعاء يتحقق بأن حضرتك يقول لك بصمة في الحياة هذه البصمة تضيف إلى عمرك أعمارا أخرى تضيف إلى عمرك أعمارا أخرى ويكون هذا من خلال عمل صالح يمتد آثره للإنسان بعد مماته هذا سيكون عن طريق ماذا؟ الوقف اللي حضرتك اتكلمت فيها طويل الأجل هذا سيكون عن طريق صدقة جارية اللي حضرتك قلت طويل الأجل وكلمة وقف زي اللي احنا شفناها في التقرير زي وقف زيتون المبارك شجرة شجرة متطلع شوف عدد كبير جدا من الكيلو من عشرات الكيلوات من عشرات الكيلوات وعمرها تقارب عمر الإنسان طويلة شوف شوف كل اللي بتخرجه كل اللي بيخرج بينها بينفق في أول جه الخير سنة اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة والشجرة دي زي النخلة بالزبط النخلة بتطلع فسائل دي انت بتاخد منها من الأخصان بتاعتها وتزرع تاني واللي يطلع كذلك تعمل شجرة ما هو اللي احنا شفناه في التقرير من شجر زيتون ده كان في الأصل ايه غصن في شجرة تم تقليمه بطريقة معينة ثم بعد ذلك زرع فكان هذا المنظر الذي تراه الآن شوف تخيل ان ده هتشوفه كده على مدار الأعمار يبقى ده اسمه طويل ايه الأجل تعرف انت تعمل مشروع عمره يطول زي المشروع زي الزراعة ما فيش حاجة هتأظن هتكون مضمونة زي الزراعة لو انت جبت تاكس وعملت صدقة جارية او وقف هيجي الوقت خلاص صح اكسبايرد نعم ليه مدد اه مدد خلاص يعني مهما طالبي العمر هيجي في لحظة الحمد لله ثم الفضل الله أولا وأخيرا في ان ربنا سبحانه وتعالى هذا مؤسس نبض الحياة ووفق مؤسس نبض الحياة فان يتعمل وقفين عظمين وقف النخيل وقف الزيتون طويل الأجل النخلة من عمر الإنسان لو لا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما أجمل أن تدخل يعني الشيء بشي يذكر حينما تدخل جلنتك نعم مكانك المتسع وبكل ما يسرك وما يسر الآخرين نعم لو لا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله للحظ والعناية الإلهية والربانية تشمل المكان يا رب ومن جميل وقف في مؤسس نبض الحياة أنه في مشروعين عظيمين الزيتون والنخيل فيهم البركة في جميع الكتب المقدسة النخلة والزيتون بفضل الله سبحانه وتعالى وطويل الأجل زي ما النخلة بالجفة سيل حواليها خلاف الثمر اللي بيطلع كذلك الزيتون نفس النظام وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما نبض الحياة اختارت في وقف النخيل طمر معين اسمه المجدول اخترنا كذلك في الزيتون عائد يكون أفضل أقل وقت يجيب لي عائد أكبر ألا وهو زيتون معدل العصر يعني مش أي زيتون زيت زيتون نعم مش أي زيتون يستخرج منه زيت الزيتون مش أي زيتون يستخرج منه الزيت أنواع معينة من الزيتون هو اللي بيستخرج منه الزيت ولهذا مؤسسة نبض الحياة استهدفت هذا النوع من الزيتون ونقطة تانية العائد بتاع الزيتون بتاع زيت الزيتون بيبقى أكبر بكتير جدا وفي وقت قليل تقدر تخرج عائد كبير جدا زي بالزبط وقف النخيل تقدر في طمر المجدول تجيب أكبر عائد من عشرات الكيلوات من الطمور التي تكون من وقف النخيل فعايز أقول لحرك حاجة أستاذ حسن بفضلها سبحانه وتعالى وانا شاف ان ده مش شطارة مع ان مؤسسة نبض الحياة أخذت بالأسباب مع حسن التخطيط بفضلها سبحانه وتعالى وصلت إلى ما فيه الآن أخذت بالأسباب وحسن التخطيط بس أنا كلما بقعد بيني وبين نفسي بقولت ما في نس كتير جدا أخذت بالأسباب وحسن التخطيط ونجحت بس مزاي النجاح بتاع مؤسس نبض الحياة في سنة واحدة في سنة واحدة زرعنا مرحلتين كل مرحلة استهدفنا فيها خمسين فدان شهر عشر ان شاء الله الخمسين فدان التانيين وقت قليل هتزرع بيه خمسين فدان اللهم ما تفضلت به علينا فأتمه وما أنعمت به فتممه يا رب العالمين نروح لفصل قصير ونرجع لحضراتكم أهلا بحضراتكم وبفكركم دايما بعناوين وأرقام التليفونات الخاصة لمؤسس نبض الحياة واللي ظهر قدامكم على الشاشة المركز الرئيسي الفروع الأخرى ربنا يكتر فروع مؤسس نبض الحياة في كافة المحافظات وكمان أرقام التليفونات والخط الساخن خمستاشر سبعمية وأربعين للتفاعل والمشاركة في هذه المبادرات وهنروح دلوقتي تقرير عن وقف النخيل الخير ونرجع لحضراتكم في عشرين واحد وعشرين كانت بداية زراعة الستين ألف نخلة اللي كلنا كان عندنا أمل كبير في أن يحقق الله سبحانه وتعالى لنا جميعا استثمار خيري لقضاء حوائد الناس وقف النخيل الخيري مع مؤسسة نبض الحياة كان له هدف كبير جدا هدفه إنتاج أجوة أنواع الطمر المجدول علشان خاطر وجدنا عليه إقبال عالمي وسعره في السوق العالمية كبير جدا ومن خلاله هنقدر إن احنا نوفر أكبر عدد ممكن من المشروعات الخدمية لأهالينا المستحقين النخلة الواحدة في مشروع وقف النخيل الخيري بتنتج من ستين لسبعين كيلو في العام الخامس من زراعتها مؤسسة نبض الحياة كانت حريصة على زراعة أجود أنواع النخيل من الطمر المجدول عشان العائد يكون كبير وكل نخلة عمرها ممتد لسنين طويلة وعائدها بيصرف في مشاريع الخير اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة لأهالينا المستحقين هذا الوقف يعود ريعه على بناء المساجد على الأسقف على أبر تجميع الأمطار على محطات التنقية والمعالجة على مساعدة الفقراء والمساكين واليتامة على كل أوجه المساعدات سواء صحية أو تعليمية أو اجتماعية في موسمين زراعة في السنة بنزرع مع بعض وقف النخيل الخيري بنزرع مع بعض نخلة حضرتك ونخلة حضرتك في شهر مارس وإبريم وشهر سبتمبر وإكتوبر مع بعض هنحول حياة أهالينا المستحقين إلى الأفضل ما تحرمش نفسك من زراعة نخلة مع مؤسسة نبض الحياة تكون لك صدقة جارية ثوابها ليك في الدنيا والآخرة أهلا بحضرتكم ودايما بعد التقرير بحيب برضو أخذ تعليق على التقرير من أفضل الشيخ أحمد أجمل حاجة في مؤسسة نبض الحياة في كل مجال من مجالات الخير اللي بتقدمها مؤسسة نبض الحياة دايما بتقول للناس تعالوا شوفوا من باب المصداقية وثقة حاجة وثقة بتزيد وده اللي حصل وتزيد معها المشاركات بعد كده الله يفت حصل وده اللي حصل احنا عندنا بفضله سبحانه وتعالى عملنا سبع مراحل في وقف النخيل لو حضرتك حسن لاحظت هتلاقي في ناس من المرحلة التالتة جوم معنا الرابعة والخمسة والستة والسبعة جوم معنا المراحل اللي بعد كده لأنه لما جي المرحلة التالتة لقى المرحلة الأولى والتانية والأولى بشرت بفضل الله سبحانه وتعالى الآن في هذه الأيام الأولى بشرت الشاد من الكلام لما لقى على أرض الواقع ولقى كل مرحلة ييجي فيها يلاقي العدد زاد عن الأول ويلاقي باسم الله ما شاء الله بدل مكانة أرض صحراء فيها بقعة صغيرة خضراء يلاقي مرحلة الأولى والتانية والتالتة يلاقي كل مرة دايرة بتتسع من المساحة الخضراء رزقا للعباد كما قال الله جل في علاه يلاقي الموضوع أكبر وأكبر فيبتلي شجع كل مرة هو مروح ويقول أنا إن شاء الله معاكم إن شاء الله أنا عايز أقول لك حاجة إن في فوق الميت واحد من اللي ما بييجوا معنا دون مستمرين بقولك إحنا بنستمتع بوجودنا معاكم كل سنة وبننتظر اليوم دا على فارغ الصبر وبعد أعد لليوم دا ليه لأنه شاب عينه عند ثقة مصدقية هقول لك حاجة كمان أزيدك من الشعر تفضل إن في ناس جيت في المرحلة السابعة معانا في مؤسس نظر الحياة في الزراعة في المرحلة الماضية من باب التجربة قال ثمان النخلة كان خمس تلاف ماشي وما بل هتفح وراه شوب بعين وكان جاي يشوب بعينه علشان خطر وراه ناس تانيين قالوله يعني الناس دول من الصدقين زي ما شوفنا في مكان فلان وفلاني بدون ذكر أي شيء خالص فقال أنا مش أخص على حاجة ما أدفع وروح جه فبص لقى عشرات الباصات كل بص في خمسين واحد ولقى المشروع بعينه على أرض الواقع بتاع مؤسس نظر الحياة والمرحلة التانية والتالتة والربع على الرخامات هو وحنا نقول ده وقف لله تعالى مؤسس نظر الحياة محض منفذ لهذه الرغبة الجميلة والرائعة بأمانة شديدة مؤسس نظر الحياة قامت على تنفيذ هذه الرغبة القوية جدا جدا لدى من يرغبون في أن يكون لهم وقف لله تعالى فهو وقف لله فهذه لله تعالى كلها لله تعالى يعني حتى الذي أوقف خلاص هو دي لله دي إيه لله بس الثواب كله رجع له والثواب لكل من شارك وأنشأ ونفذ واستمر هذا العمل دائما في معية الله في عناية الله ورعايته نعم مؤسس نظر الحياة ما هي إلا إدارة ورعاية وعناية لكن لا أشخاص إحنا كلنا زائلهم كل الذين يعملون في مؤسس نظر الحياة ما فيش حاجة واحد تعنده أربع فددين من البتوح من البتوح الوقف النخيل لا هي الأرض كلها لله سبحانه وتعالى كل إنسان موجود في مؤسس نظر الحياة ما هو إلا من أجل العناية والرعاية وإدارة هذا المال كما ينبغي أن يكون فكله بيسلم أمانة 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 كله بيسلم هذه أمانات وبالمناسبة احنا كنا نتكلم من نهاردة عن مقاصد الشريعة الخامسة وقلنا حفظ المال من وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى حرم الكسب غير المشروع وأخذ المال بالطرق الغير مشروعة كذلك دعانا الله سبحانه وتعالى إلى استثمار هذا المال باستثمار جيد وأجمل وأجمل استثمار حينما يكون الاستثمار مع الله سبحانه وتعالى أنك تستثمر مع ربنا سبحانه وتعالى فتقدم أجمل ما لليك لله سبحانه وتعالى فيكونوا جزءا من مالك فيكونوا جزءا من مالك لله فيكونوا جزءا من مالك لله سبحانه وتعالى تجعله وقف والوقف كنا زمان نظن بأن الوقف فهذا احتقار للرجال الأعمال لأن الوقف لا يكون إلا بمبارد أو لما يمتلكونا الأطيان نعم أيها ورد مش فكرة الرجل الأعمال بس فكرة زمان ما فيش حاجة فكرة الرجل الأعمال فيه فكرة اللي عنده أطيان وعنده إرث كبير جدا وعنده فددين فيوقف عشرات الأفدنة أو مئات الأفدنة ليكون ريعها في مصارف معينة نعم الآن أصبح موضوع الوقف أصبح سهل الجميع وهذه الحقيقة كاد الوقف أن يندثر في المجتمعات المسلمين لأن فترة كبيرة جدا بدأ واحد اثنين تلاتة اربعة مجرمية من الناس كرة ومحافظات بدأ فكرة الوقف عندهم تندسر لأن الثقافة ثقافة الوقف ما كانتش موجودة بدكت منحصر على زي ما حرك قلت أصحاب الأفدنة وذكر فإن الذكرة تنفق المؤمنين وبالفعل بفضل الله الفضل الله سبحانه وتعالى ثم لمؤسسة نظر الحياة بدأت عن طريق وقف وعملت بهذا يعني وضعت هذه الآية فذكر وذكر فإن الذكرة تنفق المؤمنين بدأت كثير كثير من المؤسسات الخيرية بدأ يكون عندها فكرة الوقف وأنا كذلك أدعو من هذا المكان إن رجال الأعمال يبدأوا يفكروا في موضوع الوقف لله سبحانه وتعالى لو أستاذ حسن الوقف الآن أصبح أمر ضروري ملح مع كثر الجيوب الفقراء فعلا محتاج كل واحد فينا يفكر بره الصندوق أفكر إزاي إن الرجل ده مع تقدم الحياة وأصبحت إنشغلات الحياة ومستلزمات الحياة بقت كثيرة جدا إيه اللي يسد الأبواب بتاعت الناس الأولى بالرعاة والأكثر احتياجا مع قصرتها كان زمان هل الناس الفقراء كانوا بيحتاجوا عداد مية زمان هل كانوا بيحتاجوا إنهم ما يسقفوا بيتهم زمان كانت الأوقاف توقف على العلم حتى في بعض الأوقاف لغذاء الدواب لأهل العلم اللي بيروحوا عليها بالله عليك يعني اللي بتوصلهم نعم شوف فيه أوقاف للطيور نعم يعني الفدان ده الغلة بتاعته الطير يجي يكل منها تب بالله عليك شوف أهل الخير وحب الخير وصلهم لكل الكائنات مش للإنسان لبني آدم أو للإنسان بس لأ لكل كائن نعم بالله عليك هل تتخيل بأن رجل أعمال يعمل وقف للدواب التي تحمل طلبة العلم نعم ولا يوجد من يكفي طلبة العلم أكيد ملقاش باب اللي بدأوا يخترعوا أبواب لأن كانت الأبواب كتيرة جداً في الوقف لهؤلاء الناس فإحنا فعلاً محتاجين في هذه الأيام أن نجدد هذا الفكر فكر موضوع وقف أنه كل واحد من المجتمع سواء حتى ولو كان فقيراً حتى ولو كان لا يملك إلا كوتى يومه ينبغ عليه أن يفكر في موضوع الوقف ولو بالقليل ولو بالقليل إننا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم وكل أحسن في إمام مبين الآية في الصورة ياسين كلمة وآثارهم قال العلماء هنا المراد بها الوقف اللهم جعلنا من الذين يسعون دائماً في الخير ويجعلون من الذين يستمعون القول فيتبعونا أحسن هنروح لهذا التقرير عن حفر الأبار في صحراء مطروح واحدة من المبادرات المهمة جداً لمؤسسة نبض الحياة قبار تجميع مياه الأمطار مبادرة مهمة أطلقتها مؤسسة نبض الحياة عشان تكون طوء نجاة لأهالينا في صحراء مطروح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الشريف ليس صدقه أعفم أجراً من ماء الحديث ده فهمنا منه من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحن نوفر الميا بالشكل اللي يحتاجه أي إنسان على وجه الأرض سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه حين ذهب إليه أمير وكانت عنده قرح كثيرة في ساقه وذهب إلى الأطباء ولم يجد دواء فذهب إليه واشتكله فقال له ابحث عن مكان يحتاج الناس فيه إلى ماء فاحفر لهم بئراً فإن الله يشفيك بأول شربة ماء مصدر المية الوحيد لأهلنا في صحراء مطروح هي الأبارة التجمعية اللي حضراتكم شايفينها على أرض الواقع فحضرتك لما بتساهم في حفر بير لأهلنا في صحراء مطروح أنت بتوفر لهم المية بتوفر لهم مصدر رزق عشان كده المية في المكان ده فعلاً هي الحياة دور مؤسسة نبضي الحياة مش إنها تحفر البيل بس دورها إنها تابع البيل وتسلمها على أكمل وده وده الاهتمام الكبير من مؤسسة نبضي الحياة بإتقال العمل وتجويد العمل وتوفير المية بالصورة البسيطة اللي حضراتكم شوفتوها معانا بصور كتير جداً وبسقارير كتير جداً اهتمام مؤسسة نبضي الحياة بسقي الماء وصدقة سقي الماء اهتمام نابع من إيماننا بخدمة النف مع مضادرة حفر الآبار لتجميع مياه الأمطار مع مؤسسة نبضي الحياة حتقدر تحفر بير وتفوز بثواب كبير أهلاً بحضراتكم دائماً ودوماً نلتقي وعمل الخير فالشيخ أحمد وإحنا بنشوف حفر الآبار وإني ناس تسعى بخطوات وسعة عشان مؤسسة نبضي الحياة تنفس هذه الآبار لخدمة أهلين الأكثر يعني المستحقين لهذه الآبار وهو لما بنحفر البير هناك ويبقى الوسيلة الوحيدة لحفظ المصدر الوحيد للمياه هناك ده بيساعد الآخرين على الحفاظ على النفس نعم مش كده ولا إيه تشوف لما تساعد الآخرين على أنهم يتحقق فكرة المقاصد الكبرى أو المقاصد الشرعية نعم في نقطة بس مهمة عازة وضحها للسادة المشاهدين قبل ما تتكلم مع حضرتك في موضوع آبار تجميع مياه الأمطار قلنا إنها موجودة في صحراء مطروح وكلمة مطروح لما تطلق ليس المقصود السحر الشمالي ولا الكلام ده كله خالص أبدا في الصحراء مطروح وزي ما قلنا الناس اللي عايشين هناك وما سنب الحياة بتعملهم أبار الناس دول يعني أبسط 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 مما حضرتك تتوقع تماما فعلا أولى بالرعاية وأكثر احتياجا طبعا ده الأمر الأول الأمر الثاني هؤلاء الناس الذين يسكنون هناك في هذه الأماكن طبيعة عملهم إما قائمة على الزراعة أو الرعي أو الرعي وطبعا كل هذه الأمور تحتاج الماء تحتاج إيه الماء لأن فيهم عندهم صنعة ولا حرفة ولا أي حاجة خالص أبدا وحياتهم كلها بسيطة وزي ما بنشوف في التقارير يا أساس حسن البيوت عبارة عن تجمعات سكنية متناثرة في عمق الصحراء متناثرة ما فيش حاجة اسمها عمارة ولا بيت السكن دور واحد السكن إيه؟ دور واحد مش زي ما احنا عندنا تلات أربع خمس دوار والدور في كم شاء يا إنت وسعات أفقية هناك مش ركسية مش ركسية جميل والوسع والرباني وسع عليهم دايما يا رب الله مامين أنا قصدي إن الحياة هناك بسيطة ولما تدخل بيت واحد فيهم ما بتشوفش كمية الحاجات التحسينية مش عايزين نقول الضرورية التحسينية اللي هي موجودة في بيوتنا كم قلت نوم صفرة نيش مش عارف كذا حاجة ده كلها مش موجودة عندهم الحاجة هي الأمور الضرورية اللي بتبقى موجودة في أي بيت الضرورية كلمة الضرورية برضو كمهمة جداً وموضوع المية عنده الناس دول مفيش عددات أصلاً عنده أهلينا فعلاً صدقتاً عنده أهلينا في المكان ده مفيش عندهم عددات مية وصلاة المية مش موجودة أصلاً وهذه تكلف ملايين لا هو المناسب للمكان وحتى الطبيعة الصحراوية في أي مكان في الدنيا يعني مفيش المطر المصدر الوحيد للمية البير هو الوسيلة الوحيدة لحفظ هذا الماء الغالي جداً 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 اه فعلاً احنا مرة وإحنا كان معنا كرتونة مية معدنية فجاي بنا هناك فواحد قال هات مية فجاي بنا مطر فأنا بديله إزايا كرتونة مية معدنية قال لي لا لا بشربهاش قال لي ما بشربهاش فإنت لو جبت له مية معدنية هو مش هيشربها أصلاً وهي أكبر من المية اللي بتنزل من مية السماء منزلنا من السماء ماء مباركة ففي حاجة جميلة كمان ويختلط بالأرض وينزل البير فتكتمل المعادم فيه فيوصب نقول له هنيئاً مريئاً نعم انت حقلت فينزل الأرض فتكتمل المعادم فيه انت تعرف وانا مرة وإحنا موجودين هناك معهم فالمطر نزل فعملت إيه دي كده وبقول له أنا هاملة واشرب قال لي لا تجيب لك مغص تتعم قلت له ليه قال لي لازم ينزل يكتمل بالأرض ده المعلومة دي أنا واخدها منهم هم أهلت أعلم بيها وأدرى فبقول له ليه قال لي المطر لازم ينزل على الأرض ويمشي على الأرض وتجمع في البير قلت له قال لي ما بينزلها في الأرض بياخد بعض المعادم وبيقبها في البير فبترصب الأمور اللي هي الغار طبيعية وتفضل مية طبيعية وفعلا تشرب المية المطر بعدما ترصبت بعدما أصبحت مقية وصافية تشرب المية المطر أشبه باللبن فعلا وطعمها جميل جدا ولما تبقى ساعة كده يعني بيبقى لها طعم فعلا ونزلنا من السماء ماء مباركة وهم فعلا أصبحت ها أصبح هذا المعين دوم هو كل شيء شاهد بالكلام تاني لما حضرتك بتعمل بير هناك يا أستاذ حسن أنت بتوفر لهم مش أنت لما بتعمل بير لهم هناك أنت مفكر أنك بتوفر لهم المية اللي هيستخدموها في حياتهم الشخصية زي ما أنت حرك بتستخدم المية في حياتهم الشخصية ده الفكر الصحيح آه ده اللي بيتم فعلا فعلا لكن في حاجة أكبر من كده وزيادة أنت بتوفر لهم بحفر بير هناك فرصة عمل ليه؟ هيجيب فرختين هيجيب شوية طيور يربيها فيه هناك عندهم الطيور اللي عند الموجودة في بيوت الفلاحين طيور اللي بتسبب فدي موجودة هما بيربوها بيجيب حمام يربيه بيجيب أراني بيربيها يعني أنت بتوفر فرصة عمل كمان بجانب استخدامه للمية كشرب كوضوء كغسل ملابس كاستخدام شخصي كل ده فتخيل وانت النهار ده بتساهم في حفر بير تجمعية للمية الأمطار حط النية دي حط النية دي نية أنه يشرب من المية دي نية أنه ربنا سبحانه وتعالى يوسع رزقه من خلال هذا البئر مش هيبيع المية لا هيستخدمها في رزق ربنا سبحانه وتعالى هيجعله له فيه في البئر ده فربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك في حياتك زي من توسعت عليه فربنا سبحانه وتعالى يعطيك نوايا بقدر ما استخدم هذا الرجل هذا البئر علشان كده سيدنا الشيخ محمد رضا القصة جميلة أو في التقرير قال بتاعت سيدنا عبدالله بن المبارك حينما ذهب عليه الرجل فكان ابوه جرح فقال له إذا بإلى مكان ليس فيه ماء فاحفره هناك بئرا فاستخدمه الناس فيشفيك الله سبحانه وتعالى وقد كان وبالفعل وهذه القصة مشهورة جدا في كتب الطراث مشهورة هذه القصة أن الله شفى هذا الرجل بحفر هذا البئر وفي حياتنا كتير مش في كتب الطراث بس وفي حياتنا كتير شواهد بتدل على صدق هذه المعاني وصدق هذه الأفعال ونتائجها الحقية بس خليها دايما لله يعني اعملها بالنية بنية الشفاء ولكن أخلص فيها العمل الله سبحانه وتعالى هنروح للفصل القصير اللي معنا ونرجع لحضراتكم أهلا بحضراتكم وأسعد دائما بهذا اللقاء وهذه اللقاءات التي تتجدد وتستمر وأذكركم دائما بعنوين مؤسسة نبض الحياة والأرقام التليفونات الخاصة بيها المركز الرئيسي قدام حضراتكم الفروع الأخرى مركز الرئيسي بالدقي بالجيزة الفروع بطنطة والمنصورة والإسكندرية أرقام التليفونات والخط الساخن 15.740 وربنا يجمعنا دايما في الخير هنروح لآخر تقرير معنا في هذه الحلقة وعن مبادرة بناء وإعمار المساجد في مؤسسة نبض الحياة مبادرة أعمار المساجد في مؤسسة نبض الحياة دعوة مفتوحة لبناء المسجد الوحيد في المكان اللي محتاج أهله جامع عشان يصلوا فيه ويأدوا فيه العبادة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مبادرة إعمار المساجد بمؤسسة نبض الحياة نجحت في مبناء 14 مسجد في محافظات الفيوم وقنى والمينيا وأصوان والبحيرة وكان المسجد الرابع عشر من نصيب عزبة عبد الكريم في قرية الحجيرة ومحافظة قنى مسجد عزبة عبد الكريم كان أمل كبير لأهالي قرية الحجيرات لأنه المسجد الوحيد في المكان أرض المسجد كان التبرع من أحد أهالي عزبة عبد الكريم ولكن ما تمش بنائه ومن أول يوم مؤسسة نبض الحياة تولت أمر بناء المسجد كان العمل مستمر يومي وكان الأهالي بيتابع يوميا أعمال التشطيب اللي كانت بتتم على أعلى مستوى وبالمتابعة وأساسة نبض الحياة نجحت في بناء مسجد عزبة عبد الكريم على أكمل وجهة افتتاح المسجد كان فرحة كبيرة للأهالي اللي حضروا الافتتاح وأدوا أول صلاة جمعة في المسجد وأصبح مسجد عزبة عبد الكريم بقرية الحجيرات بمحافظة قنى شاهد جديد على نجاح مؤسسة نبض الحياة في مبادرتها لإعمار المساجد ودلوقتي مؤسسة نبض الحياة بتسابق الزمن عشان تحقق أمل جديد ببناء مسجد النور قرية فدان الفقي مركز سلي سالم محافظة كفر الشي بمساهمتك مع مؤسسة نبض الحياة هنبني مسجد فدان الفقي بأسرع وقت مع مبادرة أعمار المساجد بمؤسسة نبض الحياة هتفوز بالبرقة في الدنيا والآخرة أهلا بحضرتكم قد إيه لما يكون الجامع قريب منك نعم ما تسمع الأدان تروح له وتلاقي يعني ببساطة جدا وبسهولة وصلت للجامع وإحنا بنشوف المشهد وإحنا بنشوف التقرير ونشوف قد إيه همية الجامع للمكان وإحنا دايما بيتم التأكيد من خلال مؤسسة نبض الحياة أن المسجد اللي بتبنى في المكان هو المسجد الفرد يعني المسجد الوحيد اللي في المكان اللي لو مش موجود يعني عشان حد يصلي في جامع هيقطع مسافات طويلة وأولادنا الصغيرين اللي هم بنحب أن قلوبهم ترتبط بالمسجد ويشربوا من النبع الصافي عشان دا بيأثر تأثير كبير في سلوكياتهم بعد كده فقد إيه وإنت بتساهم وتسارع وتسابق الزمن عشان تخلي مؤسس نبض الحياة تنفذ هذا المسجد أو ذاك دا ثوبه كبير جدا 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 أعماله كتير ويعني من خلال التقريب نشوفها هنشوف قد إيه الناس فرحانة بكده قوي 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 حراك بتقول مؤسس نبض الحياة لما بتنزل مكان من الأماكن وتصمم أو تقوم بحملة بناء المساجد فده بيكون المسجد الفرد أو الوحيد واحد من السادة المشاهدين يقول دلوقتي هو في حاجة زي كده مسجد الوحيد في المكان أيها طبعا إحنا للأسف البعض أصبحت حتى بعض القرى تمدنت وأصبحت المدن والقرى أنا أتذكر مليئة 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 بالمساجد أنا أتذكر في بعض القرى أصبحت مراكز بعد كده يعني مع التنمية والتطوير اللي دايما بتشهده مصر أصبحت مركز أقرب لمركز وحتى ولو لم تكن مركز أصبحت أشبه بالمدينة أشبه المدينة يعني أشبه المدينة من كثرة الخدمات وكثرة المساجد الموجودة أصبح في كل الشارع الوقت إما مسجد 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 أو اتنين أو تحت كل عمارة تلاقي في زاوية أذكر من 25 سنة القرية عندنا كانش في المسجد واحد فقط اسمه المسجد الكبير فقط الآن بقى فيه أكتر من يجي 25 مسجد موجودين في القرية لكن هل فعلا فيه كرة أو عزب أو نجوع مفيش فيها خالص مساجد أيوة وده المؤسسة نبض الحياة بتستهدف الأماكن اللي زاديها أو فيه مسجد واحد بس المسجد يعني ما عادة يعني يصلح أن الناس تقيم فيه الشعائد لأنه خلاص بقى أصبح أي للسقوط عايز إحلال أو عايز إعادة بناء يعني نبض الحياة بردوك مش هتشغلة اللي هو مسجد واحد الموجود في القرية طبعا وده اللي نبض الحياة فعلا فعلا بتنفذه في الأماكن شفنا في التقرير المسجد اللي في عزبة عبد الكريم في قرية الحجيرات في مركز إينا محافظة قينة اللي بفضل الله سبحانه وتعالى تم تسليمه في الأيام الماضية وكان المسجد رقم 14 لمؤسسة نبض الحياة الآن في هذه الأيام مؤسسة نبض الحياة تقوم كذلك في بناء مسجد في قرية فدان الفقه مركز سيري سالم محافظة قفر الشيخ وده المسجد إن شاء الله عز وجل رقم 15 عملت له إحلال من الآف إلى اليأس وما بدأت في إنشائه وبفضل الله سبحانه وتعالى قامت بوضع الأسيات والخرصانات والأعمدة وبناء الجدران لسه والصقف تم صقف هذا المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى في فترة وجيزة وأملنا في ربنا سبحانه وتعالى أن ننهي جميع التشطيبات قبل رمضان زي ما أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى مسجد بتاعنا ننهي كذلك مسجد كفر الشيخ إن شاء الله اللي هو بيأتم العمل فيه على قدم وساق دلوقتي وفي نقطة حسن برضو كمومة جدا المسجد قرية فدان الفقه بسيري سالم مركز سيري سالم بمحافظة كفر الشيخ وهو المسجد اللي حاليا بيتم يعني في حالة من حالات العمل الكبير جدا والموسع عشان ينتهي بناء هذا المسجد وزي ما نبض الحياة دايما في كل ملف ملفاتها بتقول تعالى بنفسك وشوب عينك وعاوز تساهم تساهم بأمور عينية وليس مادية عاوز أنت راجل عندك كهرباء أو عندك محل سباكة أو عندك سجاد أو عندك ساون سيستم أول شيء هل فسأقول لك أنا أشيل المسجد ده على حساب الشخصي واحد بتاع بلاط أقول لك أنا بلاط المسجد على حساب الشخصي رخام على حساب الشخصي مفيش أدنى مشكلة خالص لو حضرتك عاوز تساهم مع مؤسس نظر الحياة بأمور عينية وتيجي بنفسك وتشوب عينك مفيش أدنى مشكلة عاوز مادية مفيش أدنى مشكلة وفيه أمر كمان مؤم جدا بفضل الله مؤسس نظر الحياة لما تعمل 14 مسجد في ملف والمسجد بتكلف في ملايين لما تعمل 14 مسجد في ملف من ملفات مؤسس نظر الحياة ملفات كثيرة جدا في فترة وجيزة هذا اندل فإنما يدل على أن جمهور مؤسس نظر الحياة شريحة كبيرة جدا 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 موجودة في المجتمع وربنا يزيد ويبارك فيه تحديث لمؤسس نظر الحياة وبتتلقى دائما طلبات اللي هي بتتفق وشروط البناء عندها وفيه استجابات فورية فيه تعاون ودعوة دايما للمشاركة في إعمار أو بناء هذه المساجد فأنت عندك يعني النهاردة عملنا جيبنا تقرير عن مثلا السقف مرة جاية تقرير عن الكهرباء تقرير عن السلاكة أول بأول على طول وصلنا لإيه وصلنا لإيه وفي كل ملف من الملفات هذا بيتم كذلك فيه احنا عملنا كذا ووصلنا كذا وعملنا كذا حفظ الأمانة حفظه منها حفظ المال ودعنا هذا الدين إلى استثمار هذا المال فاستثمارا في استثمار مع الله سبحانه وتعالى كذلك اللي هو ما نسميه بالصدقة الجارية وكل جنيه بحطه في بيت ربنا سبحانه وتعالى يعتبر صدقة جارية لإن نفعاء مستمر فيه استدامة موجودة المسجد فيه استدامة وعيز أقول لحضرك حاجة لما تيجي حينما تقوم بأي عمل صالح لابد أن تعدد فيه النواية يعني ده بنيت كذا وبنيت كذا وشوف ربنا سبحانه وتعالى لما ابتضع شيء في المسجد كل واحد دخل صلى في مزان حسناتك كل واحد دخل قرأ قرآن في مزان حسناتك اعتكف توضأ في مزان حسناتك سجد لله سبحانه وتعالى سجد تعلم الأولاد في تعليم وفي نقطة مهمة جدا عزة وضحة لسادة المشاهدين المساجد التي تقوم بها مؤسس نبض الحياة وظيفتها في الأماكن التي تختارها مؤسس نبض الحياة ليست كمساجد فقط احنا عندنا المساجد بيخش نصلي وخلاص لا هناك فيه تعليم فيه كتتيب موجودة في المساجد حل مشاكل الناس بيكون في المساجد فالمساجد يقدع الإشراف وزارة الأوقاف طبعا لأنه في غاية الأهمية وده من شروط مؤسس نبض الحياة أصلا لما تجي كل المساجد اللي مؤسس نبض الحياة بتقوم على إنشائها تخاضعها لوزارة الأوقاف المصرية فده أمر ما بسمح لي بشكرك على هذا التوضيح وربنا يجمعنا دائما على الخير وفي طريق الخير معا إن شاء الله وفي كل هذه المسارات بشكرك شكرا جزيلا بضينات الشيخ أحمد شكرا سبحانه وتعالى الله يكبر بخاطرك شكرا سبحانه وتعالى ثم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لحضرتك ثم للسيد المشاهدين الكرام ومدام سعيكم دائما في الخير فشكر الله سعيكم دمتم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بمعبدك ونصوم ونصلي يا ربي يا منعيم يا كريم وطمعني الفردك وبندعي تقود علينا السليم محد للخر صاف وراضي من الخطأ يا معافى السليم في العسر يزيد صبر واشكر وفي أسر ليك بيزيد تسليم ولو في يوم قصرنا في شكرا وانشغلنا يوم عن زكرة نعيم علينا بنعمة عفوك برحمتك يا غفور يا رحيم